جرى التوافق على أن يتم تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس باحتياطات مصف لبنان بالعملات الأجنبية أيضا المشكلة أن الحاجات ذاتها موجودة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ووزارات الاتصالات الصحة الأشغال العامة الخارجية والتربية الواقع وفي الواقع تحتاج كل مؤسسات الدولة لتحويل أموالها الموجودة بالليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي أو إلى العملة الأجنبية ولكن لا يمكن تأمين هذه المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فورا مع الإشارة والتأكيد أن الأولويات المسكورة تحددها الحكومة وإمكانيات مصف لبنان للمساعدة في تحويل الأموال إلى العملة الأجنبية لا تغطي إلا جزء محدود من احتياجات الوزارات المسكورة بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد لا يكون ممكن تأمينه بالشهر القادم وإذا تأمن بالشهر القادم قد لا يكون ممكن تأمينه بالشهر الذي يلي إنها حلول نقضية تقليدية ولكن الاستدامة ليست فيما نقوم به اليوم الاستدامة تكون في الإصلاحات كما سأذكر لذا يقتضي الإشارة إلى أن الاستقرار النقضي الذي يحققه المصرف المركزي له حدوده في الزمان وظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المتعلقة به ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقضية والحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي ولذلك فقد تبنى المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه في 2 أب 2023 خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل والرامية لانتظام الوضع المالي والنقضي ونعيد التأكيد على ضرورة إكرار هذه الخطة وتنفيذها وللأسف أنه بعد قرابة الشهر لم يتم تحقيق أي من الخطوات المحددة في هذه الخطة فموازنة 2023 التي أكررت الأسبوع الفائت في مجلس الوزراء خلصت إلى عجز مقدر لغاية اليوم 46 تريليون ليرة أي ما يفوق 24% منها وكان أول مطلب في خطة مصرف لبنان إكرار موازنة متوازنة فمن أي موارد خارجية سيتم تغطية العجز هل يعتقد أحد أنه بالإمكان الاستمرار بهذه السياسة المالية والأهم من أين ستؤمن الحكومة احتياجاتها بالعملات الأجنبية ما نؤكد عليه اليوم أن مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر أقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية لن يتم طباعة عملة لبنانية لتغطية عجز لأنه نتائج هذا الموضوع تعرفوا ما يتأثر مستير نموذج ما بنا نوصل عليه بل يقتضي أن يتم ذلك من خلال تفعيل الجباية وتوزيع عادل للضرائب وتوسيع شريعة المكلفين وفتح كافة دوائر الدولة وعلى رأسها مراكز الميكانيك والدوائر العقارية وضبط مرافع الدولة والحدود الشرعية وعير الشرعية إن الانتظام المالي للدولة لن يتحقق دون إقرار القوانين الإصلاحية التي ذكرنا وعلى رأسها قانون كابيتل كونترول وقانون إعارة التوازن المالي وإعارة هيكلة المصارف فبعد حوالي أربع سنوات من الأزمة بعد حوالي أربعة قريبا سيكون هناك أربع سنوات على الأزمة فشل لبنان في إقرار قوانين تشكل المخرج الوحيد له من الأزمة المالية غير المسبوكة التي يعيش فيها مر حوالي الشهر على المؤتمر الصحفي الأول الذي شددنا فيه على ضرورة إقرار هذه القوانين في خلال ستة أشهر للبدء من مسار التعافي المالي كون الوضع النقضي لا يتحمل مماطلة أكثر للأسف لم يتحقق شيء على هذا الصعيد والأسوأ أنه يتبين عدم وجود الحد الأدنى من التوافق السياسي لذا أعود وأكرر أن كل يوم نخسره دون صدور هذه القوانين تزداد فيه الخسارة ويضمح الفرص الحل وتزداد معاناة المودعين في انتظار إيجاد حل لاسترداد ودائعهم لا إجابة اليوم لا إجابة لغاية اليوم لأي مودع أنا حاكم مصر في قدام الإنابي لا أملك إجابة لمودع عندما يطلب مني أو بحاول يعرف مصير ودعته أو أدبدي يأخذ منه تزداد معاناة المودعين في انتظار إيجاد حل لاسترداد ودائعهم ويصعب معها إعارة إحياء الدورة الاقتصادية السليمة وأطلاق مسار التعافي فنسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير أوليثت كمة المسؤولية هي أن نضع مصلحة الوطن والمواطن والمودع قبل أي شيء وقبل أي خلاف من أي نوع كان بكل حال فأني أعيد التأكيد على أن مصرف لبنان على استعداد لوضع كافة إمكاناته من تفرغ كامل ومعلومات وأرقام وخبرات وكوادر إدارية لإنجاز هذه القوانين في جلسات نيابية متتالية إذا اقتضى الأمر النقطة الثانية كنت وعادت بنشر أرقام المصرف المركزي بشكل شفاف وواضح الأمر الأول الذي بدأنا فيه هو حجم احتياطات المصرف المركزي الخارجي بالعملات الأجنبية وجرى نشر هذه الأرقام على الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان ليتسنى لجميع المواطنين الاتطلاع ليس فقط على الأرقام بل على أي تغيير يطرأ على هذه الأرقام بحيث أنه سيتم تحديث هذه اللائحة كل 15 يوما انسجاما مع نصف الأنون اللبناني وفيما يتعلق باحتياط الزهب فقد تأخر صدور البيان متعلق به بانتظار الحصول على موافقة الشركة المدقكة على نشر خلاصة التقرير وقد وصلت للخلاصة أو الموافقة البارحة وتم فورا نشره على ووضع تفاصيله على الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان علما أن رصيد الموجودات من الزهب يتم التصريح عنها في البيانات النصف شهرية التي تنشر على الموقع الإلكتروني أيضا وفيما يتعلق بالبيانات المالية لمصرف لبنان فقد بدأنا بورشة عمل داخلية لتعديل السياسة المحاسبية للمصرف لكي تتلاءم مع المعايير والأعراف الدولية المعتمدة في المصارف المركزية وصولا إلى صياغة البيانات المالية بحسب الأصول وإلى حين الانتهاء من وضع التعديلات المشار إليها سنستمر بنشر موجز البيان المالي كما تفرضه المادي 117 من قانون النقد والتسليف ولكن بعد إضافة التوضيحات عليه بموجب الهوامش اللازمة للمزيد من الوضوح والشفافية في عرض الأرقام أنا هون لازم شرح لكم شغلة كان لازم إنشر أنا البيان والوضع المالي بخمسة عشر شهر برأيي بيان الوضع المالي اللي أنا بحتاج حدا يفسر لي إياه لأفهمه ما أنه قابل لنشر للناس لهن يخمنوا ويتخيلوا شو لازم يفهموا منه بما أنه إعارة تنظيم البيانات بعد ما درسنا الوضع داخليا وشكلنا لجنة داخلية لهذا الموضوع رح تحتاج أكثر من الوقت اللي نحنا مدخيلينه ولأنه المادة 117 تفرض نشره رح ننشر البيانات كما كانت بالسابق مع فارق أنه كل نقطة من هيدول النقاط حنحط تفسير لأله كمحاولة لتصير مقروقة لألكم جميعاً وواضحة أنا أكيد رح أقرأ مش حتأسروا تكتبوا إذا في شي مش واضح أو في شي غلط فيه فأكيد رح نطلع على الشي اللي بتكتبوه سواء مباشرةً بتمنى تواصلوا معي أو عن طريق اللي بقرأ من اللي بتكتبوه وحنطور هايدي البيانات لحب ما نغيرها بشكل كامل وصولاً هلأ إلى الفاريز المرسال تقرير الفاريز المرسال أود أن أؤكد في هذا المجال أن مصر في لبنان بكافة أجهزته سيكون بكل ما يلزم لإتمام إجراء التطقيق أو إجراءات التطقيق الذي بدأ والذي يقتضي أن يستكمل سواء لجهة تزويد الشركة بالمستندات التي تقول أنها لم تتسلمها أم لجهة تزويد القضاء بأي معلومات سيطلبها عند شروعه بالتحقيقات وفي هذا المجال أرسل المصرف المركزي كتاباً إلى وزير المالية يؤكد فيه على قراري المجلس المركزي في أراران للمجلس المركزي صادرين ببداية 2021 بالـ 2022 تم اتخاذ قرارات متكررة حقيقة بالمحاضر وهو كقرارات لتسليم كافة المستندات لشركة الفراز أدمرسل وهي قرارات قديمة فطلبنا من وزير المالية نعرف إذا في شي نواقص بشكل هذا الأمر مخالفي لقراراتنا السابقة وبالتالي ستستكمل هذه النواقص فوراً في حال وجودها وإذا الشركة ما عندها نواقص فكل المستند سيطلب القضاء حيستلموا فوراً وبصفتي رئيس بن نينابة لهيئة التحقيق الخاصة فقد جرى إرسال مجموعة أولية من المستندات بقرار صادر عن الهيئة بتاريخ 22-8-2023 حياتاً قبل تسلم التأرير وسط المستندات وتقوم الهيئة بدرس التقرير بالتفصيل لإجراء المقتدى القانوني وأؤكد كذلك على جهوزية الهيئة للقيام بكل الإجراءات القانونية المطلوبة وفقاً للأصول ودون أي تأخير كما سيكون مصر في لبنان باتخاذ التدبير القانونية الرامية لحفظ حقوقه كاملة في الختام أتوجه مجدداً إلى القوى السياسية وإلى الكتل النيابية بطلب إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجازب سياسي مدامة كل القوى السياسية تعمل لمصرحة لبنان كما تراه مناسباً له ولها وإذا كان هناك من موضوع تشترك به كل الكتل النيابية فهو موضوع الحفاظ على أموال المدعين والعمل على إعادتها والحفاظ على الموظف العام واستقراره المعيشي والحفاظ على الأمن واستقرار سعر الصرف وهنا لابد من أن أدق نقوس الخطر وأن أحذر أن حال المراوحة الحاضر والتأخير في إكرار القوانين الإصلاحية يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي ولذلك أثر سلبي كبير على الاقتصاد وحياة المواطنين وعلى مستقبل القطاع المصرفي إذا كانت كل الكوى السياسية والكتل الديابية مجمعة على هذه العنوين فإنني أجدد الطلب من الجميع لعقد جلسات متتالية لإكرار القوانين التي تضمن مصطلحة وحقوق الموضع والمواطنين وسيتجند المصرف المركزي أيضاً لذلك وسيكون بكامل استعداد للمساعدة في الانتقال من المرحلة التي نحن هلأ عايشينا على مرحلة عادية بعتقد الناس تعبت من الانتظار أنتوا تعبتوا من الانتظار وما بعرف المصرف المركزي لوحده قد يقدر يظلوا صامد يقوم بالإجراءات العموم فيها بدون الباقيين